أكد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور عبدالله الحامدي ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاح امتحانات الشهادة العامة أساسي وثانوي وشدد في اجتماع اليوم بحضور وكيلي الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات عبدالكريم الجنداري والتوجيه والمناهج علي الحيمي وضم معه مشرفي الامتحانات بالمحافظات حث على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في ضبط سير العملية الامتحانية وإنجاحها وحث نائب الوزير المشرفين للعمل من أجل توفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب بما يمكنهم من أداء امتحاناتهم بعيدا عن التشويش ومصادر الإزعاج وحلحلة الإشكاليات التي قد تواجه سير الامتحانات